والمتابعة معنا من رمالله مدير المكتب الجزيرة وليد العمري وليد كيف يتطور المشهد في الشارع الإسرائيلي وكيف يجري التعامل معه من طرف الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء نتنياهو متهم من قبل قطاع واسع في إسرائيل أنه هو السبب في عرقلة التوصل إلى صفقة أسرى حتى الساعة وأن محاولاته لدحرجة المسؤولية على حماس لم تعد كما يبدو مكنعة حتى لأوساط داخل مجلس الحرب لذلك اضطر وبعد 12 يوما من المماطلة في دعوة هذا المجلس للإنعقاد إلى قبول طلب الوزيرين بني جانس وآيزن قوت من أجل عقده اليوم وذلك لبحث اليوم مساء سينعقد في القدس وذلك لبحث قضية لماذا وصلت هذه المفاوضات بخصوص صفقة أسرى إلى طريق مزدود وكيف بالإمكان الانطلاق من جديد وهل ما زالت هناك نافذة فرص تتيح ذلك هذا يؤشر على أن أزمة الثقة هي ليست فقط بين قطاع متزايد في الشارع وإنما أيضا من داخل حكومة الطوارئ نتنياهو من ناحيته يرى بأن عليه أن يواصل هذه الحرب لأنه يعتقد بأنه بالعمل العسكري المتصاعد يستطيع الضغط على قيادة حماس تحديدا في قطاع غزة وعلى رأسها يحيى السنوار لكن الشارع الإسرائيلي وتحديدا ذوي الإسرائيليين المائة وثلاث وثلاثين المحتجزين أحياء وأمواتا في قطاع غزة هؤلاء الذين تظاهروا الليلة الماضية وإلى جانبهم عشرات الألاف من المناصرين وأيضا من الغاضبين على نتنياهو وحكومته قد قاموا باحتجاجات متنوعة في ستين موقعا مختلفا البارز في ذلك كان الشعارات التي رفعت هذه الشعارات في معظمها كانت تتهم نتنياهو بالفساد هو وحكومته وبالتطرف وبأنهم هم المسؤولين عن الفشل الاستخباري الذريع في السابع من أكتوبر وكذلك عن عدم القدرة على تحقيق الهدف الذي تم تحديده وهو إعادة الإسرائيليين المحتجزين من قطاع غزة في إطار صفقة وأيضا رفعوا شعارات تكررت في الأسابيع الأخيرة تطالب بأن يكون هناك إسقاط لنتنياهو وحكومته والذهاب إلى انتخابات جديدة لاستبدال هذه القيادة بشكل كامل اللافت أيضا أن تصاعد الاحتجاجات وإن بدأ في الأسابيع الأخيرة أنه لم يعد يؤثر كثيرا على شعبية نتنياهو في الشارع الإسرائيلي على الأقل وفق استطلاعات الرأي وأحدثها ما كانت جاءت به صحيفة معاريف وهو استطلاع إسبوع يجره أحد المعاهد أشارت إلى أن شعبية نتنياهو قد تصاعدت قليلا في الفترة الأخيرة في مقابل تراجع في شعبية منافسه والوزير في مجلس الحرب بني جانس هذه الصورة ليس واضحا إلى أي مدى ستتقدم لكن هناك في إسرائيل من يدعم توجه نتنياهو وهو مواصلة الحرب ونتنياهو متهم إسرائيليا بأنه يريد إطالة أمد هذه الحرب لأنه بذلك يضمن بقاء حكومته اليمينية المتطرفة لأن مصيره في داخل الحكومة رهين بيدي الوزيرين من قوة يهودية إيتمار بن كفير وأيضا التحالف الصهيونية الدينية بزعامة اسموتريش وهذا الأمر يغضب قطاعات كبيرة من الشارع بالأمس إحدى أمهات الإسرائيليين الأسرة في قطاع غزة وصفت وزير إيتمار بن كفير بأنه قالت عنه وزير الدردل وهي الكلمة التي استخدمها بن كفير للتدليل يتمسخر بها على الضربة التي تعرضت لها إيران قبل يومين في جميع الأحوال واضح أن الشارع الإسرائيلي منقسم على ذاته لكن التيار الذي يطالب بإسقاط نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة تبادل سريعة وفورية هو الأقوى على الأقل حضوره في الشارع قوي وإن كان صوت المؤيدين لنتنياهو واليمين المتطرف بما فيهم المستوطنين وهي القواعد الانتخابية الأساسية لدى نتنياهو هذا أيضا يتحرك بمقابل التيار الآخر وهو ما جعل كثيرين يتهمون نتنياهو بأنه دق الأسافين وتسبب بالفرقة داخل الشارع الإسرائيلي نفسه الآن كل هذا منوط بأمر واحد هل فعلا نتنياهو سيمنح حرية أو هامش كاف من الحرية للوفد الإسرائيلي ليستأنف المفاوضات ومن أجل التوصل إلى هدنة مستدامة ووقف لإطلاق النار وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة أم أن نتنياهو سيبقى على هذا الموقف حيث يتهم بأنه في النهار يمنحهم أهامش الحرية ويوسع التفويض وفي الليل يسحبه منهم ولذلك لم يتم التوصل إلى أي اتفاق واثني عشر يوما هذه تبعت الرد الذي جاء من حماس والذي لم يتم بحثه في مجلس الحرب